اشتركوا 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 في القناة 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 وبتكون كده جهزة معي بصوا بقى لونها عاملة ازاي بطلعها لونها فاتح شوية لا تطلعها لونها غامق قوي بس كده خلاص وبتكون على نار متوسطة مبتكونش على نار علي قوي عشان بس ما تتحرقش على نار متوسطة كده وبتتعامل كده سهلة خلص مفيش فيها اي حاجة أهم حاجة فيها عشان تبقى ناك حاجة مياع أهم حاجة العجينة ما تكونش خفيفة قوي يعني العجينة لو بقت خفيفة قوي هتبوز منك بصوا بقى خلاص خلصت كده كل الكمية اللي معايا وبعد بقى ما بجيبها كده باسيبها تبرد شوية يعني ما تحطوش الشرباط وهي سخنة قوي باسيبها تبرد شوية كده وانزل بقى بالشرباط طبعا الشرباط الشرباط بردة يعني الشرباط ما كانتش سخنة احنا سيبناها بردة يبقى الزلبية بتكون بردة والشرباط بتكون بردة وبننزل بقى عليها كده بالشرباط وعايزين تحط عليها بقى شوية سكر بودر مفيش مشكلة بيبقى برضو طعمها جميل بس كده خلاص بتكون بقى ايه جهزت كده معي وشايفين بقى شكلها عامل ازاي والشربات بقى نازلة عليها تحفى بصراحة والله طعمها جميل اتمنى طبعا ان انتم تجربوها لو جربتها بالمقادير دي ان شاء الله هتعجبكم باذن الله وتطلع معكم نكحة اوعدكم يعني ان شاء الله وتطلع مقرمشة كده وحلوة مش هتطرى خالص وهكتب لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف عشان اللي حابب يشوف المقادير في صندوق الوصف يبقى يروح يشوفه في صندوق الوصف يعني بس كده تكون بقى خلصة وصفة النهاردة شايفين بقى شايفين على ما دخلت في الشوكة اساسا مقرمشة جدا تحفى والله اتمنى طبعا ان انتم يكونوا الفيديو عجبكم وان شاء الله كده استنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله وما تنسوش بقى اللايك والشير كده وسبسكرايب مع السلامة